للحد من حالة سمنة هي نقاط أخرى سأسعد بمنقشتها مع ضيفي في الستوديو البروفيسور عمار طبيبية رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة سمنة وأمراض الأيد صبع الخير سيدي وشكرا على تلبية دعوة محنور تحية لك وتحية للسيدة والسيدة المشاهدين جيد مشكل اليوم مشكل سمنة ليس مشكل في الجزائر فقط بل هو مشكل عالمي وبما أننا في الجزائر سنتحدث عن الجزائر فقط أول سؤال ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع نسبة سمنة في الجزائر خاصة وسط النساء بسم الله الرحمن الرحيم أولا لازم نعرفه بأن السمنة قبل سنوات كانت تعتبر مظهر من مظاهر الرفاهية والعيش الكريم والرغد إلى ذلك حاليا منظمة الصحة العالمية في التسعينات يعني صرحت بأن السمنة مرض بأنها راح تؤدي أيضا إلى أمراض أخطر من ذلك ففي الجزائر الحمد لله أنه حاليا حتى وزارة الصحة حاليا تعترف بأن السمنة يعتبر مرض ويقدر يؤدي إلى أمراض خطيرة أخرى كنقولوا إحنا مرض معنتها لازم نتكفل به لازم أول وقاية منه وثانيا عندما يكون هنا لازم نقوم به فالسمنة ليس فقط في الجزائر ولكن في دول العالم تقريب كلها ولكن إحنا لاحظنا أنه في الجزائر هناك ارتفاع يعني سريع إحنا بعد الاستقلال كانت يعني مدة الحياة تقريب 54 سنة على الأقصى يعني 60 سنة ولكن الناس الآن عادوا يعيشوا أكثر حتى 80 سنة بالنسبة للمرأة أو أكثر وصير 78 سنة للرجال وزيد أيضا هناك تغير في نمط المعيشة عن إنسان أنه أصبح يأكل يعني غذاء غير متوازن وغير صحي ويقليل الحركة أو منعدم تقريب الحركة فهناك اختلال يعني مدخول سعيرات حرارية كبيرة والمخروج يعني أولى ديبونس يعني قليل جدا فبالتالي هذا يؤدي إلى تراكم الدهون في جسم الإنسان والتراكم تحت رح يؤدي إلى ظهور مضعفات ومضعفات خطيرة فبالتالي هناك أيضا إحنا نقول لإخواننا الموطنين أنه هناك مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية مسؤولية فردية أنه الإنسان عندما نقول له بللي أسمنا خطر وأنه يتجنب نوع من الغذاء لأنه ما كانش غذاء يعني واحد ولكن على حسب البروفيل وعلى حسب نوعية المرض يكون يعني تكون الحمية وفي نفس الوقت يعني هناك مسؤولية جماعية وهو أنه ينبغي خصوصا أنه توفير الغذاء الصحي لأنه إحنا عايشين الآن فيما يسمى في محيط يعني يحث ويؤدي إلى ظهور سمنة يسميها بالأجنبية يعني وهو النسبة يعني الغذاء غير الصحي في السعيرات الحرارية كثيرة قلة الحركة وأيضا هناك عوامل أخرى ذلك دخلت في الحسبان وهي القلق وزيادة القلق نوعية النوم الحالة النفسية هذه كلها يعني ونوعية الاختلالات في قضية الأكل هذه كلها تؤدي إلى ظهور السمنة نعم بروفيسور بيمانه اليوم السمنة منتشرة في الجزائر يعني هل هناك إحصائيات حول عدد السمنة في الجزائر طبعا عندنا أرقام ولكن الرقم الأخير يعني اللي تم هو تقريب كان رقم أعطيناه في المؤتمر السابق يعني الآن مؤتمر الوطني لمحاربة السمنة وأمراض الأيل كان بإشارة في سيد وزير الصحة يعني قلنا أنه كان دراستين الدراسة الأولى وهي ستيب ويزو وماسة اللي تمت في 2016 و2017 وأظهرت بأن المرأة تصاب عندها تقريب 30% من النساء يعانون من السمنة يعني السمنة المراضية يزيادة في الوزن ويزيادة في السمنة المراضية وايضا عند الرجال 14% وعند الأطفال في دراسة أخرى تقريب تتراوح بين 10 و 12% هذي دراسة ولكن دراسة أخرى أيضا يعني وكونا تكلمنا عليها في نفس المؤتمر أنه تمت على مستوى أربع أو خمس ولايات تؤكد بأنه نسبة للإصابة 34% ولكن التكهنات تقول أنه لو نحن لا نقوم بالإجراءات اللازمة ممكن أن الجزائر تصبح من الأوائل المصابين في أفريقيا يعني رقم واحد تقريب يكونوا في أفريقيا بالنسبة للنساء ممكن تلحق حتى الـ 45% 47% من هنا إلى 2030 و2030 ماشي بعيدة والرجال ممكن تلحق حتى الـ 30% فبالتالي ندق ناقوس الخطر لأنه المشكلة ماهوش فقط في المظهر المشكلة هم ما يترتب عن الزيادة في الوزن من أمراض قلنا منها أمراض القلب أمراض السكاري أمراض ارتفاع الضغط السرطانات يعني هناك على الأقل 13 سرطان مربوط مباشرة بالسمنة فإذا أردنا نحن باش نقصوا من هذه الآفات ينبغي أولا وقبل كل شيء أنه نقي المواطنين الناس اللي ما عندهمش سمنة ميزمش يسمانه والناس اللي عندهم سمنة لازم نتقوموا بها طيب في هذه النقطة بالذات وزارة الصحة أعلنت أنها ستتبنى مخطط وطني لتغذية للحد من حالات السمنة يعني كيف سيعمل هذا المخطط شكرا على السؤال نحن على كل حال في الجمعية الجزائرية لمحاربة السمنة يعني كنا نادينا بهذا المخطط الوطني أولا نادينا بمخطط وطني لمجابهة السمنة وفي المخطط الوطني لمجابهة السمنة فيه يعني شيء مهم وهو التغذية لأنه لاحظنا أنه انتشار أمراض كثيرة السرطانات بكثرة السمنة أمراض القلب إلى جد أغلبيتها ناتجة على نوعية الأكل على نوعية التغذية فعلى كل حال برنامج الوطني التغذية يتجاوز نظن على حسب رأي وزارة الصحة لأنه يعتبر برنامج وطني يعني السلطات العمومية يعني العليا تتكفل به لأنه رح يمس قطاعات كثيرة لأنه وزارة الصحة كل ما يأتي قبل ظهور السمنة كل ما يأتي قبل ظهور الأمراض ليس من مسؤولية وزارة الصحة تقريبا هي وزارة أخرى نقول منها وزارة التجارة وزارة الفلاحة وزارة كيف نقول نحن شباب الرياضة لأنه تفرض ظروف تعل حركة وزارة البيئة كيف نقول لأنه كان فيه يعني مواد يعني تؤدي إلى ظهور اختلالات أيضا نقول مثلا وزارة وزارة البيئة وزارة كيف نقول نحن للكومينيكاسيون يعني الإعلام لأنها تلعب دور كبير يعني وزارة كثيرة ما نقدرش أنه وزارة التربية الوطنية خصوصا عند فيما يخص السمنة عند الأطفال وزارة العمل الضمان الإجتماعي لأنها عند دور كبير تلعب أيضا في الوقاية باش تعاون الناس لمارسوا الوقاية من أجل تجنب الأمرار لتجنب المصاريف النتجة اللي راح تنتج عليها راح البيبي يعني المدخول الوطني راح يصاب يعني على المستوى البعيد وهنا نتكلم عن دور مختلف القطاعات في دعم مخطط أو المخطط الذي ستعمل عليه وزارة الصحة طبعا وزارة الصحة ممكن تكون هي القائد يعني هي المحرك ولكن طبعا جميع الوزارات طبعا الوزارة الصحة لا تكون عندها سلطات على الوزارات الأخرى ولكن على كل حال الدولة طبعا يكون تنسيق يكون فيه عندما يكون برنامج وطني بتوجيهات واضحة لأنه لازم كيفاش نوفر الغذاء الصحي بكمية كافية ونوعية كافية وبأثمان معقولة يعني الغذاء لازم نفهم من بداية يعني البذرة حتى يوصل عند المستهلك لشان هذه سيطة دير السلسلة لتبدأ من قبل عند الفلاح حتى تلحق عند المواطن اللي راح يقولها لازم تكون مراقبة ولازم تكون يعني مدروسة بدقة طبعا لأنه الخلال نعرف وحنا ندرك موجود في كل مكان ندرك 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 كل شيء المواد المصنعة اللي تدخل فيها يعني مواد مختلفة بالنسبة كبيرة من السكار والنسبة كبيرة من الملح وأيضا أشياء أخرى لن نعرف في بعض الأحيان لنعرف وها لازم يكون عندنا مثلا الإنسان يعرف ما هو الغذاء الصحي انت حبيت تشري غذاء صحي كيفاش تعرف الغذاء الصحي لازم نحن كلنا نشارك المواطن البسيط المسؤول وأيضا المواطنين اللي يشاركوا في الغذاء مثلا في المطاعم كيفاش يوفروا يعني الغذاء باش يكون جاي صحي في قضية كيف نقول وزارة الفلاحة أيضا كيفاش تراقب وزارة التجارة أيضا كيفاش تراقب الأسعار وليس فقط الأسعار ولكن تراقب أيضا في نفس الوقت يعني ضروري أنا على كل حال بالنسبة لي ضروري نحن طالبنا به والحمد لله أنه الأسبوع الماضي يعني يوم الأثنين الأثنين الماضي يعني كانت فيه دراسة وقدمت محاضرة في هذا الموضوع يعني نحن فارحين يعني لأنه وزارة الصحة ماشية معنا مئة في المئة يعني أولا أنهم يعترفوا بأنه المرض السمنة السمنة يعتبر مرض وأيضا يمغي وضع الأليات اللازمة من أجل كبح جماح يعني النسبة التي رأي ترتفع وفي نفس الوقت تكفل بالناس اللي يعانيوا بالمرض فهذه الناس اللي يعانيوا بالمرض ذا نقطة مهمة أنه الآن راح تكون فيه وحدات يعني اللي تتكفل بالسمنا على المستوى الوطني ترك الإنسان صحة نديروا له الوقاية باش ما يصبحش سمين ولكن الإنسان اللي راوي يعاني من السمنة وين يروح لازم يعرف وين يروح باش يعالج هذه النقطة الأولى باش نقدمونه النصائح من ناحية التغذية من ناحية الحركة وأيضا في بعض الحالات ينبغي أن يكون هناك توفير الدواء اللازم وفي آخر المطاف في بعض الحالات عندما يكون سمنة مفرطة وعندها طبعا مضاعفات في ممكن نلجأ حتى إلى الجراحة وما يسمى بتكميم المعدة أو إلى غير ذلك في هذه النقطة بذات الوزير أعلن عن إنشاء وحدات خاصة لعلاج السمنة بمختلف المستشفيات في الجزائر بصفة عامة كيف سيتم إنجاز هذه الوحدات شكرا نحن على كل حال دايما نربط القول بالعمل نعم نحن في المستشفى على مستوى المصلحة الحمد لله لدينا منذ على الأقل أربع سنوات وحدة خاصة تتكفل بالسمنة يعني كان فيه تكوين تعالي الأطباء اللي يرى في مجال السمنة يعني في نفس الوقت يعني كان توفير الوسائل اللي تكفل بالسمنة يعني إحنا نقوله على أقل لعننا يومين على أقل لعننا يومين يعني استشارة الناس اللي يحبوا يجيوا باش نعالجوهم ونقوموا بهم يقدروا يجيوا يعني يومين في الأسبوع ونبحثوا هل فيه مضاعفات ما فيهش مضاعفات نعطيوها طبعا جميع النصائح لأنه أولا كين نصائح فيما يخص التغذية لابد أن يكون لكل شخص أنا ما عنديش زمن كثير يعني عرضونا في تونس مش نديروا محاضرة يعني ما هي الحمية التي يمكن أن تكون للمصابين بالسمنة لأنه ما هيش كين فقط نوع من السمنة ولكن أنواع من السمنة لازم يفهموا إخواننا المواطنين أنواع من السمنة وأنواع من السمنة ينبأ عندها أنواع أيضا من الحميات وأنواع من الحركات انت مثلا نقوله الإنسان لازم يتحرك الإنسان اللي عنده مثلا المشكل في الركباتين وعنده مشكلة روماتيزم كيف أشي قدر يتحرك لازم نلقلوا حل مثلا في الرياضة واش من نوع الرياضة يقدر يقوم بها نفس الوقت حتى في نفس في الغذاء الإنسان اللي عنده مثلا مرض السكر زائد السمنة عنده حمية خاصة الإنسان اللي كبير في السن وعنده سمنة عنده حمية خاصة فبالتالي إحنا الأطفال تاني نفس الشي عندهم حمية خاصة فبالتالي إحنا لازم نفهمه مش أي إنسان يجي يقول لك أنا ندير الحمية ولا أنا ندير التغلية طيب بروفيسور قبل الختم كلمة أخيرة أنا نقول إخوانا المواطنين هذه فرصة يعني باش يأخذوا الأمر بجد أنه ممكن أن نتجنب السمنة في أغلبية الأحيان ولكن إذا ما قدرناش نتجنبها وطحنا فيها ينبغي الفحص وينبغي أيضا التكفل بها في أقرب وقت ممكن لتجنب جميع الأمراض ونوجه نداء خصوصا للأولياء فيما يخص الأولاد لأنهم مسؤولين عن صحتهم الأولاد وش رامي يأكلوا وش رامي يديرهم الحركة هي مسؤولية الآباء والأمهات هذه كل لمجة اللي رامي يمدوا لهم السكريات ويمدوا لهم فقط النشويات وما يعلمهم يأكلوا الخضر والفواكه ويديروا الحركة هذا هو الخطر عليهم لأن المصابين الأطفال المصابين بالسمنة اليوم هم المرأة في المستقبل تعضغط الدموي والأمراض السكري والسراطانات وإن شاء الله نتمنى الرسالة لحظة إن شاء الله إذن البروفيسور عمار طبيبي رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة سمنة وأمراض الأيض شكرا لك على كل تفاصيل المقدمة إذن مشاهدنا الكرام